حمد أدخل معك في البداية اليوم لاتجاه التوجهات الرياضية اختلفت نتكلم الآن اندماج ما بين السياحة والرياضة وشفنا كثير أن يكونوا اللاعبين على مستوى عالمي يروجون للسياحة المحلية في دول مختلفة اليوم مسي موجودس جدا واصبح سفير للسياحة السعودية عمر جميل جدا عبد الرحمن أنه تكون السعودية وجهة رياضية وأيضا سياحية للكثير من دعنا نقول مشاهير ومؤثري الكرة القدم العالمية نجم عالمي مثل اليوم المسي يتواجد في موسم جدا ويسوق لهذا الموسم بالتأكيد أنه أمر مميز جدا ويحسب أيضا لوزارة السياحة السعودية دائما ما كنا نردد أن الرياضة تعتبر قوة ناعمة تقرب الشعوب وتعرف أيضا الدول على جميع العالم اليوم نجد ليونيل المسي أعتقد أنه الكل في العالم سيتحدث عن زيارته للمملكة وهذا ما نسعى له أن تكون المملكة وجهة رياضية وسياحية كبيرة كما ما حصل الآن نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل القائمين على موسم جدا بنجاح مبهر مثل ما شفنا في موسم الرياضة لهذا العام